يتواصل الهجوم الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة حيث شن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على وسط وجنوب القطاع مستهدفا مشافي وأماكن مدنية فيما يستمر النزوح الأهالي هاربا من القصف الذي لا يتوقف إذا بدأنا واستعرضنا في الخرائط التالية كان هناك قصف مستمر للزوارق الحربية من جانب الزوارق الحربية التي تحاصر هذه الزوارق التي تحاصر الشريط السحلي لقطاع غزة هذا القصف استهدف كامل الشريط الحدودي للقطاع كما نشاهد إذا انتقلنا إلى الاستهدافات الأخرى التي قام بها الجيش الإسرائيلي نجد أن مخيم البريج هذا المخيم شهد العديد من الغارات الجوية نتحدث عن عشرات الغارات الجوية وكذلك مخيم النصيرات ومخيم المغازي هذا المخيم الذي تحاول القوات الإسرائيلية الوصول إليها عن طريق الدبابات وعن طريق أيضا كذلك القوات البرية التي تحاول الدخول لكنها تقابل بمزيد من القوة من جانب المقاتل حماس من جهة أخرى إذا انتقلنا إلى منطقتين التفاح والدرج هذه المنطقة أو هذه المنطقة كما نشاهد تشهد غارات قوية وعنيفة منذ أيام هذه الغارات تتواصل بصورة مستمرة على منطقتين التفاح والدرج وهناك اشتباكات مستمرة طوال الأيام الماضية المنطقتين تحديدا يبدو أنهما ذات أهمية كبيرة من جانب القوات الإسرائيلية التي تحاول بشتى الطرق الوصول واقتحام هاتين المنطقتين لكنهما حتى الآن لم ينجح في ذلك للمقاومة العنيفة التي تشهدها هاتين المنطقتين من جانب مقاتل وعناصر حماس الموجودة جنوبا إذا انتلقنا جنوبا تتجدد القصف الجوي والمدفعي على مناطق وسط وجنوب خان يونس هذه المناطق تحديدا خان يونس وسط شمال وجنوب قوات الإسرائيلية تحاول وتحاصر خان يونس وتحاول الوصول إلى عمق هذه المدينة لكنها لم تنجح حتى الآن وطال القصف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا مستشفى الأمل وكذلك استهدف الطيران الإسرائيلي مستشفى ناصر هذا الطيران استهدف مستشفى ناصر وكذلك عدة منازل هذه المنازل كانت تؤوي النازحين الرد الفلسطيني كان عبر استهداف بلدات الغلاف غزة وأيضا قصف مدينة عسقلان من جهة أخرى قالت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تحاول بصورة مستمرة إجبار أغلب سكان غزة على التدافع الجماعي باتجاه الحدود وطلبت بإجراءات دولية عملية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة ومخططات التهجير وأبدأ إطمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة بالخارج مؤكدا أن هذه الحرب تمثل فرصة للتركيز على تشجيع هذه الهجرة لسكان القطاع وهي التصريحات التي وصفتها مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتصريحات التحريضية ترجمة نانسي قنقر